هذه الدرر من أستاذنا العلامة الدكتور أحمد نوفل ومن قبل الدكتور جمال أن لي أن أتحدث بين أيديكم حقيقة يعني أعتقد أرجو أن لا تكون كلمتي بمثابة ربما ضباب أمام هذه الجواهر والدرر لكن على كل حال لمعانها يذهب كل ظلام وضباب إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين الحقيقة الشكر الموصول لمركز دراسات بيت المقدس لأخينا الحبيب الدكتور خارد لعويسي على تناول هذا العنوان المهم حقيقة موضوع استشراف المستقبل منهج قرآني أصيل بدأ مع بواكير الوحي وهذه قضية ينبغي أن ندندن حولها كثيرا خاصة في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه الأمة وما يراد لها من إحباطات وقمط ونشر ثقافة الأمل وعقيدة اليقين ربما أصبح واجبا ينبغي أن نطلع به جميعا على كل حال وهذه محاولة ربما لم تكتمل في هذا البحث البسيط تحت عنوان موجهات قرآنية في استشراف مستقبل بيت المقدس بعد الأمر أود أن أقول أن الأمر كما ذكر أستاذنا العلامة في غاية الوضوح في مطلع السورة الإسراء وفي أواخرها أن الأمر في غاية اليقين والعقيدة وبالتالي هذه المحاولات إنما هي إن جاز لي أن أقول لاستنهاض الهمم والعزائم أو على حد قول الشيخ محمد الغزالي في بعض كتبه نأمل أن نكون من أدوات القدر وأن نتشرف بهذا القدر القادم اليقيني في عودة المسجد الأقصى وأن تخفق راياته من جديد إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يهيئ لنا هذه الفرصة بإذن الله سبحانه وتعالى الحقيقة أود أن أستعرض البحث سريعا أرجو أن تسنح لي الفرصة قلت في الملخص كان الاستنكاف بني إسرائيل عن القيام بواجب رسالة الإلهية أثر باله وقد حرموا هذا الشرف العظيم واستبعدوا عن حمل الأمانة فانتقلت عدلا وصدقا إلى أبناء إسماعيل وتم بناؤها وبنيانها من جهة النبي الخاتم محمد صلى الله وسلم وأبارك عليه ورافق ذلك هذا ما وددت أن أصلت الضوء عليه رافق ذلك تحولات كبرى فقد عادت القبلة سيرتها الأولى إلى مكة المكرمة زادها الله مجدا وألاقا وكانت التوأمة وهي قضية كبيرة جدا في محور الصراع بين المسجد الحرامي والمسجد الأقصى مؤشرا محوريا على صراع متجدد بين حاملي الأمانة الجدد من المسلمين وبين من حادوا عن الصراع المستقيم غواية وضلالا من اليهود والنصارى وسجل القرآن الكريم صورا عديدة لهذا الصراع تجاوز الحدود في من تنكبوا طريق الهداية فاعتدوا ولم يبرحوا على حرمات الله من مساجد ودور عبادة مما يعني بالضرورة أنهم حكموا على أنفسهم بالهلاك حاضرا ومستقبلا فسنن الله كما تعلمنا من جسادنا الدكتور أحمد نوفل فسنن الله سبحانه لا تتخلف البتة في من منع عباد الله من مساجد الله فالخزي والخوف وعدم الأمن والاستقرار نذر هلاكه وزواله بحول الله وقوته في هذه الدراسة حاولت أن أقف مع قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بالمناسبة هذه الآية البديعة من سورة آل أمران في غاية الأهمية كقاعدة لاستشراف المستقبل وقد تندن صاحب المنار ونقل عن أستاذي محمد عبدو كلاما في غاية النفاسة والجودة بل الشيخ محمد الغزالي في كتابه النفيس نحو تفسير موضوع أشار إشارات مجملة إلى ما في هذه الآية من شعاعات تبدد دياجير الظلام أيضاً انطلقت إلى ما سميته بتحول القبلة قدرياً وكونياً وتكوينياً هي المسألة مش مجرد فقط تحول القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ترتبت عليه آثار كبيرة وخطيرة في الواقع والمستقبل ما هي هذه الآثار لعلي حاولت أن أستخلص بعضها في هذا البحث المتواضع أيضاً ذهبت إلى قوله تعالى وربما هذه الآية وشبيهاتها من القرآن تستحق أن نتوقف عندها لكن يبدو أن عدد الكلمات المطلوبة في البحث حبستني عن الاستمرار لكن لعلي أتابع الأمر إن شاء الله وهي قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا غزي هذه قضية مهمة جداً ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولربما التفت سيد في الظلال التفاتة يغبط عليها رحمه الله في علاقة هذه الآية وقربها من حيث ترتيب المصحف من آيات القبلة ونحو ذلك والأمر ربما يحتاج شيئاً من الوقت أيضاً كيف ندرك ما سبق في إطار السنن الربانية المفهوم من قوله تعالى وهذا ربط عجيب أذكره بين الأساتيذ الكرام سبحان الله نقرأ في سورة الحج قضية الإخراج من الديار وتبعها فوراً الحديث عن سنن الاعتداء على المساجد ودور العبادة مثلاً في سورة الحج نقرأ قوله تعالى الذين أخرجوا وأخرجوا هذا الفعل يشير إلى شيء من العنة والطاغوتية والاحتلال والاقتصاب الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ثم جاء قوله تعالى بهذا الحرف الشرطي في موضوع السنن في غاية الإبداع ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامعوا وبيعوا وصلاوات وختمت بهذا الترتيب ومساجدوا وأشير إلى أن هذه المساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ومساجدوا يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصر من الله من ينصره إن الله لقوي عزيز لا شك هذه اللام في موقعها العتيد ثم بدأت وذهبت إلى قوله تعالى بالمبحث الأول تحت عنوان أمة الرسالة إذن أصبحت هي أمة الرسالة إذن هذا يعني أن صراعاً دامياً محتدي من سيبدأ مع أصحاب إنجاز التعبير الرسالة ممن سبقون واستنكفوا وعجزوا عن حملها وهنا أود على وجه السرعة أن أذكر بعض الملحوظات وقد نقلت عن صاحب المنار ومن قبله ابن جرير الطبري كلاماً في غير الآمنية وابن كثير والقاسمي وابن عاشور والسعدي أسعد الله روحه وخرجت بالملحوظات التالية عطفاً على هذه الآية أرضو أن لا أدري الوقت لأن أريد أن أصل إلى المبحث الذي يتعلق بالمساجد أيضاً أن أمر النبوة باعتبارها الرسالة الخاتمة نافذ لا محالة ومن مقتضيات رفعة أمة الرسالة أمة محمد أسلم دون اليهود والنصار وهذا مقتض بالضرورة أن يرافق ذلك أي النبوة الملك والسلطان وربما أشار الشيخ محمد عبده بإشارات دقيقة جداً وإن كان لم يرطدها صاحب المنار في عموم الزمان والمكان فكيف إذا تعلق الأمر ببيت المقدس وما حولها وقد جعلها سبحانه مهابط وحيه ومن جات عباده ومسرع ومعراج نبيه محمد أسلم ثانياً ما سبق يمثل قاعدة يقينية أو سنة ماضية شمها ما شئت غالبة أو وعداً إلهياً صريحاً بحسب المشيئة الربانية النافذة والقدرة الإلهية المطلقة وبالتالي مهما تعاظم النقيض واستمكن العدو فلا يرتاب المؤمنون ولا يتزعزع يقينهم أبداً بوعد الله بالعودة الميمونة إلى بيت المقدس وهذا التأكيد أمر مهم في الحرب النفسية وأستاذنا الدكتور أحمد نوف له كتاب في غاية الجودة والنفاسة كنا نقرأه منذ القديم الحرب النفسية والحالة المعنوية الإيجابية التي إن هدمت أصاب الأمة شرخ آخر خطير مدمر ثالثاً لكن ما سبق أيضاً من السنة أو القاعدة يحمل الأمة مسئولية كبيرة من الأخذ بأسباب القوة المعنوية والمادية والعودة الحميدة الدائبة إلى مصدر عزة الأمة وكرامتها والبحث في وسائل وأدوات وحدتها واجتماعها والحيلولة دون المزيد من فرقتها وتباعدها رابعاً إن الآيتين الكريمتين وما ترتب عليهم من المعاني والسنن تشيران إلى أمرين مهمين الأول تأكيد هذه لفتة جميلة لربما التفت إليها ابن جرير تأكيد وتفسيح عقيدة الدعاء نحن نسلنا مجموعة من الدراويش لكن الارتباط بين عالم الشهادة وعالم الغيب أمر في غاية الأهمية هذا من جاء وهذا ما ألمح إليه ابن جرير وابن عطية وغيرهما وربما صلت الضوء بشيء من الاتفاة ابن عطية في هذا وهو ظاهر في مطلع الآية الكريمة قول اللهم وربما إذا وقفنا عند هذا اللفظ العجيب قل اللهم والميم قضية يعني سبحان الله وذلك حتى تبقى القلوب متوجهة إلى الله سبحانه بطلب النصر والتمكين وحتى تتحمل الأمة بمجموعها في كل عصر ومصر هذه المسؤولية العظيمة نحو بيت المقدس لأن الدعاء هو عبارة عن مشاعر في أصله فتلهج بالدعاء دون فتور أو يأس بأن يعجل الله بالفرج لهذه الأمة وأن يحمل الأرض المباركة من كيد اليهود والنصارى ووكلائهم وقصة الوكلاء إلى قصة طويلة من الخملة والمنافقين الثاني بث ثقافة الأمل ونشر ما يتصل بعلم السنن فلا ينفك أحدهما عن الآخر وهذه ملحوظة يعني مهمة وربما ظاهرة في الأفعال في هذه الآية العجيبة من سورة الأمران انظروا إلى الأفعال تؤتي تنزع تعز تذل ننظروا إلى ثقافة الأمل تولجوا الليل في النهار وتولجوا النهار في الليل تخرجوا الحية من الميت حينما ننظر إلى الواقع نجد أن هذه المفردات القرآنية عبارة عن شعاعات من الأمل وتخرجوا الميت من الحي وترزق من تشاء حينما تشعر الأمة أنها قد فقدت كل إمكاناتها يأتي هذا النص القرآني بأن الأمة في دائرة الرعاية الربانية وترزق من تشاء بغير حساب وإن ختم الآية بالحديث يعني الرزق من بسط الأمل ما فيه فيه ما فيه فلا يخلم رؤ إلا ولهم عن الرزق قصة أمل وبارقة خير هذا بالنسبة للمبحث الأول ذهبت بعد ذلك إلى آيات تحويل القبلة وأصل هذه المبحث مسألة هذه الآية التي بدأت بالإشارة إلى المستقبل سيقول السفهاء والإمام الفذ الزمخشري توقف عند هذه السين وأنا أسميها سين الأمل والإعداد ليريش أحدكم سهمة يعني حتى تتهي الأمة لما سيكون في مستقبلها من قيل هنا وهناك من اليهود والنصار هذه على كل حال سيقول السفهاء من الناس ما ولهم هذا الشغب وهذا الجدل وحرب الشبهات إلى آخر على كل حال هنا أود أن أتجاوز الأمور المعروفة لدى ساتذتنا ونستمعين الكرام لكن أود أن أشير أن القبلة الجديدة هي نقلة نوعية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم نحو الوراثة والاستخلاف والشهود الحضاري والذي حجزت واستنكبت عنه بني إسرائيل ثم أود أن أشير وهذه قضية مهمة جدا ظهرت مع تحويل القبلة أنا أسميها سعاعات أو ربما أسميها ماذا يعني باريقات أمل عجيب مع مستوى حقيقي ظهرت مع تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت العتيق مفردات ومفاهيم جديدة أمة الوسط ما حينما نقول أمة الوسط إذن هي الأمة القائدة والرائدة إذن ليس الأمل مجرد بغدغة عواطف إنما مطلوب من الأمة أن تأخذ كرسيها العتيد من الريادة والشهد قال ابن جرير يبدو أن النساء تجاوز قول ابن جرير على كل حال يقول وأرى أن الله تعالى إنما وصفهم بأنهم وصط لتوسطهم في الدين إلى آخر مقال لكن وجه الشاهد في مقالته أننا الأمة التي تملك المنهج الذي يقبله جمهور العالم وقد عقبت على كلام ابن جرير هذا وقلت هذا كلام بديع مؤداه أن اليهود والنصارى ليسوا أمة وسطة فلم يستحق أن يكونوا في الواقع السيادي والقياد للعالم أيضا مفردة أخرى شهداء على الناس شعجين إذن هذا بحمل المسؤولية لولا نواطير الاستعمار في بلادنا لكن هذه فترة في مقياس الزمن ستزول والآية بهذه اللام العجيبة أنا أسميها اللام تحميل المسؤولية لتكون شهداء على الناس والقاسم في محاسن التأويل له بحث نفيس في الحديث عن الشهيد والشاهد والمشاهد وإلى آخره أنصح بالعودة إليه أيضا اللام في قوله تعالى لتكون شهداء نسلها وجهان لام الصيرورة والعاقبة إلى آخره قلت بعد ذلك هذا مؤذن بأن الأمم الأخرى وفي مقدمتها أهل الكتاب من الولد النصارى لم يعدوا أهلا للشهادة وقد نقضوا عهدهم مع الله وركبوا متن الإلحاد في آياته وحرفوا الكلمة عن مواضعه فغضب الله عليهم وأضلهم ضلالا بعيدا على كل حال يبدو أنني سأذهب إلى سريعا إلى هذه الفكرة أيضا أقول هنا حتى إذا استسلم المسلمون واتجهوا إلى القبلة هنا كلام في غرية الجودة لسيد رحمه الله في الضلال يعني يلمس قضية توجه المسلمين إلى الكعبة في مكة وأيضا من بعد شهورا في المدينة لمسا تربويا آسرا الوقت يضيق عن ذكره لكن أود أن أضيف إلى ما ذكره مستفيدا مما ذكره بعدا تربويا غاية لسف شديد هل لك أن ترقيني دقيقتين لأن حقيقة هناك كلام مهم في المبحث الأخير على كل حال البحث موجود تكمل ساعة والله سعيدنا دكتور جمال زادك الله جمالا إن ابتسامتك تزيدك جمالا لعلي أقليك بهذا على زيادة مش محسوب هذا كلام على كل حال أذهب أخيرا يا دكتور جمال إلى المبحث سنن ربانية مرتبطة بالمساجد وليتني أسمع تعقيدكم دكتور جمال تعقيد أستاذنا الدكتور أحمد نوفل على فهم هذه الآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خراب هؤلئك أعجيب هذه الآية وكما تعلموا وأنتم أهل العلم والأساتيذ هذه الآية فيها إنجاز التعبير جاءت نظر كثيرة جدا لكن تحتاج إلى فهم دقيق بالتالي فصلت فيها تفصيلا سبحان الله وحاولت أن أرجع في كل كلمة من مفاتيحها إلى شبيهاتها في المعجم المفارس هؤلاء الذين ومن أظلم جمعوا بين جريمتين وقد سبحان الله بحثت في المصحف الكريم وجدت أن الذين جمعوا بين جريمتين إنما هم اليهود من حيث السياق والجريمتان هما الأولى منع مساجد الله أي ذكر فيها اسمه من الذي منع هذه تستحق لقوه بالمناسبة لأن بعض المفسرين ذهبوا إلى ما يتعلق بالحقبة المكية وفي رأيها هذا فيه بعد وأنا دين الأساتيذ أيضا البعد الثاني وسعى في خرابها والتعبير بالسعي والمنع كلاهما مفتاحان مهمان لأن نقول أن المقصود هنا اليهود وأن المقصود هنا بيت المقدس وبالمناسبة ثمت إشارة من سورة النور في بيوت يعني أذن الله أن ترفع القضية طويلة والمساجد الأربعة إلى آخر استحقوا بموجب هاتين الجريرتين حقوبتين اثنتين أنا ما زلت مع الآية الدنيوية لهم في الدنيا خزي والتعبير لهم بهذا التعبير القرآني الواضح الصريح وكلمة الخزي أن عدنا إلى شبيهاتها في القرآن فهي تعني بالضرورة هزيمة ماحقة لهؤلاء المجرمين من اليهودي والصهاينا الثانية حقوبة أخرية انتهى الوقت دكتور جمال على كل حال يعني انتهى الوقت سيدي منذ فتر طيب يا سيدي طيب سيدي الله يكلمك يا دكتور جمال يعني أكرر شكري للإخواء الأحبة الذين ذهبوا إلى منهجية الدراسة استشراف المستقبل كفانا وصفا والله يا جماعة كفانا استجرارا للتاريخ والله بدنا نخجرونها نريد معالجات حاضر ومستقبل بوركا فيهمتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مضطر لأن أعتزل أنني لم أقدم هذه الكلمة طيبة مباركة وتنزل عن وقتي فكنت أسمع لها بكل قلبي وأتمنى أن يقوم بمطار حقيقة بارك الله الجهد بارك الله الفكرة وحقيقة يعني ليست مجملة يعني استشعرت فهم عميقا وإدراكا حقيقيا في هذه الجلسة الطيبة المباركة وأقول للإخوة والإخوات وكل الحضور يعني هذا البحث إن شاء الله وطعالا ينشر لأيضا ونستفيد به جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى العالم الإسلامي ينتظر من أهل العلم ليس مجرد نبوات وتوقعات فحسب وإنما ينتظر منهم دراسات علمية والسشراف للمستقبل على أسس